الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدًا يفضل على كل حمدٍ كفضل الله على خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائمٍ لله بحقه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله غير مرتابٍ في صدقه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحابٌ بودقه وما رعد بعد برقه أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسِكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واتقوا أسباب سخط الجبار فإن أجسادكم على النار لا تقوى إذا حججت أو اعتمرت وسعيت بين الصفى والمروة فإنك عند نزولك من الصفى متوجهاً إلى المروة ستجد أول بابٍ عن يمينك بابُ الأرقم في هذا الباب وعند الخروج منه كانت دارُ الأرقم ابن أبي الأرقم الدارُ التي احتضنت الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول أمرها والأرقم ابن أبي الأرقم كان شابًا لم يتجاوز عمره سبعة عشر عامًا فضرب مثالًا لكل شابٍ يضحي في سبيل الله الشباب عباد الله هم ثروة الأمة وكنزُها وعمادُها وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُوليها اهتمامه فعُني بها عنايةً كبيرة ولذلك يقول الله عز وجل في حق الشباب إنهم فتيةٌ آمنوا بربهم وزِدناهم هُدى وربطنا على قلوبهم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في السبعة الذين يُضِلُّهم الله في ظِلِّه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه ذكر منهم شابًا نشأ في عبادة الله أولُّ فدائيٍ في الإسلام ضحَّى في سبيل نفسه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم أن ضحَّى بنفسه دفاعًا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجودُ بالنفس إن ضلَّ الكريمُ بها والجودُ بالنفس أقصى غاية الجود ابن عباس رضي الله عنهما يُعدُّ وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام اللهم فقِّهُ في الدين وعلمُه التأويل حتى صار من كبار علماء الصحابة والأمة وفي يوم بدر يقول عبد الرحمن بن عوخ نخسه عن يمينه شابٌ من شباب الأنصار يُقال له معاذ بن عفراء فقال يا عم أين أبو جهل؟ فقال وما حاجتُك به؟ قال سمعتُ أنه يسبُّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لئن رأيتُه لا يُفارِق سوادي سواده حتى يمُوتَ الأعجلُ منا قال ثم نخسني عن يشمالي آخر فنظرتُ وإذا به معاذ بن عمر بن الجموح شابٌ آخر من شباب الأنصار فقال مقالة صاحبه فلما رأيتُ أبا جهل قلتُ ذاك صاحبكم الذي تسألان عنه فانقضَّى عليه كالصقرين حتى قتلاه وفي يوم بني أميَّة أول من فتح بلاد السيد محمد بن القاسم الثقفي شابٌ لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عاما وأول من فتح بلاد الأندلس طارق بن زياد شابٌ لم يتجاوز عمره عشرين عاما والذي فتح القسطنطينيَّة في عهد بني عُثمان محمد الثاني أو محمد الفاتح شابٌ لم يتجاوز عمره عشرين عاما ومن ينظر في حيوات هذه الأمة يجد أنها قد تميَّزت في كثيرٍ من جوانب الحضارة الإسلامية في العلم والفكر والثقافة والطب والهندسة والزراعة وكلُّ من هؤلاء الذين قامت عليهم هذه الحضارة الإسلامية كان كثيرٌ منهم من شباب هذه الأمة شبابٌ ذلَّلوا سُبُل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينًا إذا شهِدوا الوغى كانوا كُماتًا يدُكُّونَ المعاقِلَ والحُصونَ وإن جُنَّ المساء فلا تراهم من الإخبات إلا خاشعينًا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر لله على فضله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى لضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ما زال في الأمة بقية خيرٍ بحمد الله وما زال شباب هذه الأمة يسيرون في ببانٍ واحدٍ مع من سبقهم من خيار هذه الأمة وشبابها ومن ينظر اليوم في هذا البلد الطيب غيرها من بلاد الإسلام يجد تميُّز شباب الإسلام فكثيرٌ من الجمعيات الخيرية والفرق التطوُّعية وبراءات الاختراع التي نسمعها من هنا وهناك قامت على الشباب وبالشباب فالشباب ما زالوا سيظلون إن شاء الله هم ثروة هذه الأمة وأنت هنا في هذا المسجد لو نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو أمامك أو خلفك ستجد الشباب حاضرين ماثرين بيننا إلا أنه يا معشر الشباب رسالةٌ أوجهها إليكم حصوننا مهددةٌ من داخلها وأنتم أول من يستخدمهم العدو في محاربة الإسلام وأهله للأسف من يزور في بعض المجمعات التجارية يجد العولمة ماثلةً في شبابنا جاثمةً على صدورنا يجد الشاب لا تدري هل هو مسلمٌ أو غير مسلم هل هو من أهل هذا البلد أو من غير هذا البلد يلبس العقد على صدره والقرط في أذنيه والأوسم على كتفيه ويسير بعيدًا عن مظاهر الإسلام وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جُحر ضبٍ لو دخلتموه أيها الشباب لقد كان من من كان سبقكم من آبائكم وأجدادكم لا ينظرون إلى الحرام فقط ويتركونه وإنما ينظرون إلى العيب فيتجنبونه فيتجنبون الحرام لأنه يؤثر في دينهم ويتجنبون العيب لأنه يؤثر في رجولتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأنتم ينبغي أن تسيروا على هذا الأمر حتى تبلغوا ما بلغه من من كان سبقكم من خيار هذه الأمة أو من صالح آبائكم وأجدادكم اللهم حبِّب لشبابنا الإيمان وزيِّنه في قلوبهم وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها اللهم ألطف بالمسلمين المستضعفين على كل حال وبلِّغهم من الفرج والخير والنصر منتحى الآمان اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين وفِّقوا أولاة أمرنا لما تحب وترضى وارزقهم البر والتقوى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد